مرحب بيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية وبنرحب بخابرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن حالات تحكمينا تحياتي كابتن آيمن وتحياتي لكل سيدة المشاهدين ونجيبك الكبار الكابتن علاء ميهوب كابتن ناصر كابتن يوسف كابتن عادل كابتن هانا مبروك لنادل أهلي وإن شاء الله استمرارية وزي ما قلنا احنا كلنا بنعاول على مطش الوداد إن شاء الله ربنا يوفى نادل أهلي في مطش الوداد وإن التحكيم هيبقى له دور كبير جدا في هذه المقرأة هارد لكلي نادي طنطا وحظة أوفر في المقرأة القادمة كابتن آيمن أنا عندي بس قبل ما نخش في المباراة عندي حاكم هما جدا جدا وهو الوقت بدل الضعية يعني يمكن كتير من الناس ممكن ما بيخدش بالهم من النقطة ديت ولكن احنا بنكلم ده حق للفريق يعني مش هزي المباراة بس هن نكلم على كل المباراة اللي جاية لابد إن كنتك حاكم يبقى عندك إدارة الوقت إزاي إن كنت تدي الوقت بدل الضعية بشكل إسعالي حاول إحنا شوط لوراني بس حصل توقف فيه الهدف الملغي بالضبط تلت دقيق ونص عندنا حالة أحمد الشيخ وخروجه خارج مدان اللعب للإصابة خد دقيقتين يبقى إحنا عندنا نهاردة خمس دقيق ونص عندنا كمان الدرينك بريك اللي هو التواقف للشرب المياه خد دقيقتين في سبع دقيق ونص هو أدى كم شوط لورانين تلاتة أم لا؟ إدى تلات دقيق لا كتير يعني إنت كحاكم إنت لو وقفت وإنت اللي عملت الدرينك وإنت اللي عملت المراجعة في الفوار وإنت اللي سمحته وقفت في علاج اللعب المصاب المكلب سبع دقيق ونص من فضلك ما ينفعش إنك إنت تدي تلات دقيق وده حق للفريق دي نقطة مهمة جدا مش بس اللي قال الحاكم أحمد حمدي هننكلم في المورطة اللي جاية إنه ممكن يكون في فريق كابتن عيما محتاج الوقت عشان نعمل سبع دقيق ونص قدي تلات دقيق دي النقطة المهمة النقطة التالية